بالكد والكفاح والشجوى السهر والعرجل بينزل زي سيل المطر واللغم الحلال والرضى بالقدر يتحدى الصعاب يا ما كم صبر ظلم الجميل بالإخلاص صبر ظلم الناس كتار وافر كل همة ظلم أي ظلم ظلم قدر المهمة توج بالكفاح مشوار اللجاح وصبح بالنقمة الحياة التي تضيج بها الأمكنة العامرة بالناس وبالحبايب وبالالفة والعشرة الطيبة دخلنا هنا من أوسع أبواب الحب والتقدير والاحترام أنا عايدة محمد موسى يوسف طبعا دينا البلد دي عام ستة سبعة وتمانين ماما عايدة دارفورية الميلاد نشأت وترعرعت في قلب بحر الغزال عندما كان الوطن واحدا حينها جاءت إلى الخرطوم بحثا عن الأمان تركت بيتها وعملها ومتجر زوجها لتبدأ من جديد الراحة دي أجينا بيع من الجنوب المال والذهب داقوك تنتهى يهو رجعنا للمهنة بتاعة الخياطة دي رجعت لمهنة دي قلت لزوجها نحنا أنا نرجع للمهنة دي بس إنت ما ترجع الجنوب تخليني مع العيال دي وإنت تمشي الجنوب ما بقدر عنها عادة يحتاج الإنسان لمهنة مهنة يتعلمها باكرا ليخرج بها لاحقا من ضيق العيش إلى براحات أوسع يريح فيها ضميره من عناء البحث عن يد بيضاء بدينا بالمطابق المطابق دي كنا بنخيطها نوديها لأبيت سنار بمئات الدسة يعني يودوا أولادي عندي والذي الكبير هسي هو في السعودية والثاني هو هسي ملازم أول في الفاشر كان صغار يسافروا يودوا المطابق لزبائنا هناك وأنه هنا أبوه يوزع هنا في الأسواب وعائدة التي كانت تتمتع في حياتها السابقة بالبيت والمال والذهب والزوج الذي يوفر كل متطلبات الحياة اختارت صفر الحياة لتبدأ به تسلسل أرقامها في كتاب نجاحها الباهر الخير كان وافر أنا كنت لابس لي حداسر وجيه بتاع الدهب شمال ويمين يلا جينا هنا الليلة نرجع الحري بيجيف نرجع والحرج مستمر يعني ما وقف يلا القرش ده ما ما بيقعد انتهى والزوجي أصلا تاجر يلا جينا هنا رقتنا بس نايمين ناكل ونشرب ومرتاحين القرش كد انتهى أبينا نرجع الجنوب قلنا الحمد لله عانينا يعني بعد ما هناك بس قلت له نرجع للمهنة القديمة ديك حقتي دي الخياطة الحكاية التي ترويها عائدة ويحكيها لنا شريك اللحظات المرة والحلوة هي أكبر بكثير من عباراتها المتواضعة ولكن جدران البيت قادر على سرد تفاصيل الرحلة الطويلة نفشينا البحر الغزال لظروف تجارية والستوطنة فيها والحمد لله يعني كنا ممارسين فيها تجارة وزراعة بين الزراع في الخريف وبين تاجر في الصيف دي بغالة ما شاء الله كانت كويسة ما شاء الله وأهول ظروف الحر انتقلنا إلى الشمال هنا حالتنا ساءت قمنا قدر ما نقلوش نقاني قلنا قبل نقلوش تنتهي اشترينا القطع دي اشتريناها فاضية ما فوق أي شيء أنه كنا بنعاني من الإجار والحمد لله جئنا في القطع دي عمنا لنا فيها أغطين بس ها فوق لا باب لا شبار فهمنا انتقلنا سكننا في البيت دي الشبابيكنا وأبوابنا كانت شوالات سبعة أطفال لا عمل لا بيت لا شيء غير يقينها بأن الحياة تحتاج كثيرا من الصبر وتحتاج الاعتماد على الله في كل شيء وعلى الله توكلت وبدأت تدق أبواب بالرزق من جديد بنايات ديل والأولاد ما شاء الله كانوا بساهروا معنا في المكنة أنا أجيب القطاعات من سوق ليبيا وأمهم تساهر تعمل لنا مطابق تعمل لنا بناطي مدرسية والأولاد ديل ما شاء الله بيشتغلوا في السكاسك بتاعة المطابق دي الأولاد والبنات كلهم ما شاء الله يعني بيشتغلوا تعمل لنا كمية بتاعة ملبوسات وكمية بتاعة مطابق أنا أشيل جزء والأولاد أشيل جزء ننتشر في الأسواق من الصباح من أصلي الصبح قاعدت من ستة ونص تاني مرات لحد يتناشر بالليل أنا إحنا شغالي أنا وهو شغالي بس خلينا المطابق رجعنا شنو؟ لملبوسات بقين أنا خيد يا هو بخيد بناطلين رجالي ما شاء الله بضاعاتنا كمان في السوق مرغوبة يعني والله بس مشيتنا كده كلها تشال نجي مفسوطين البيت توفر الحياة الزوجية التي تبني أركانها من الحب والتقدير والاحترام جواً مناسباً للعمل ولتربية الأطفال الصغار على قيم ومبادئ الأسرة المسلمة المؤمنة بربها حقاً يدرك الأبناء باكراً قيم العمل والاجتهاد فالأم المثالية تصنع من اجتهادها نموذجاً يقتدي به ويحاكيه الأبناء أنا خليفة أمي في الخياطة ومن الناس الكتة ممكن إذا هي تعبانة شوية بقعد أخيط له يعني أي حي هي بتعملها أنا بعرف بعملها يعني من الحسنات اللي ورسدني بعد ما تعبت خالص بيقيت أعرف أخيط أي شيء بتعرف تعملها أنا الحمد لله بعرف بعملها هي أسرة ترابطت تماسكت وكونت فريقاً واحداً يعمل بروح واحدة ليوفر أبسط مقومات الحياة أمي ربا تعلمت شالت الهم ما اشتكت كدمت لنا السعادة بتمنى لها الصحة والعافية وبقيت يعني ما حنقدر لو قلنا نتكلم نهديها حسبها وبنظمنا بس ربنا يطول ويبارك لنا في أيامها الحمد لله ربي يعني إن إحنا أسرة إذ ربت على إيدها هي من إحنا صغار وعينا وهي ما قصرت يعني الحمد لله بتساهر وبيتشتغل وبيدعاني عشان تربينا إن إحنا الحياة لا ترحم ولكن الله أرحم الراحمين فالمرض لا يترك فقيرا أو غنيا وعائدة التي تجلس بالساعات الطوال على ماكنتها تحيك الملابس شعرت بشيء أقوى من احتمالها ولكنها صبرت تقريبا زي إتناشر سنة بعاني والأطبة بقولوا فرحة ومسران يعني كنت بعاني شديد وبعد الأمور ماشي يعني متحركة ها في النهاية وكتا المرض دا ضايا بني ماشي ليقوا عندي هنا وسيدات في الغولون بدأت تشكيلينا يعني إنو أنا بحبس وأنا 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 لما بدأنا المشوار بتاع العلاق أول حاجة دا قدنا في المستوصف بيجاي سبحان الله دكتور قال لنا إنو هي عندها احتباس بتاع غازات لما نعمل الفحوصات الفحوصات كلها كانت نظيفة قام قال لنا احتمال يكون عندها التوى في الغولون على الأساس دا قام خرجنا بعدها بخمستاشر يوم تاني الاحتباس رجع له وكان بصورة أصعب ماشينا المستشفى بس يعني الحمدلله ربا نسخل لها برضو دكتور كويس صواج دخل عملية مستعجلة فمن بره لما نعرف إنو أنا صيدلانية وبرضو عندها أخوتها ربا اضراب الخير خديجة دكتورة بتاع الأسنان قامنا دانا قال لنا دولية اتنين انا اقدر اتكلم معهم ماشينا بصراح يا أخو يا دكاترا نحن من هسي حنوريكم إنو أمكم دي بدعاني من سرطان في الغولون واحتمال يكون من درجة متقدمة عشان انتو ما تتفاجئوا لا يعرف الأطباء الآن أين ذهب سرطان عايدة لا أحد يستطيع أن يوضح السببا علميا ولكنها تعرف وحدها أن الله استجاب دعواتها وصلاتها وكافأها على الصبر والاجتهاد بعد ما خلاصت النتيجة وقامت أخذت الكيماء وكان 12 جرعة يعني تغريبا سرطان بتاع الغولون خلاص شبه ثلاشة بعديه بسنتين زي ما قالت قام ظهر له كمان مشكتان في الكبد أخذت عليه ستة جرعات كيمائية لما رجعنا لحكمة يعلمها الله وللآن نحن ما قادرين نقود بالضبط الحاصل شنو الدكتورة قالوا انو ده شبه انو عيب خلغي يعني أساسا ما كان سرطان في الكبد ولا أي حاجة أو ممكن يكون سرطان في الكبد بفعل الكيماء وال18 جرعة لأخذتها قام يتحجر وصيبش بيقى ساكن يعني ما حاجة تاني كده الناس تخاف عليها الورم كمان قالوا بعد ناخد العلاج بعد شهرين نجيم راجع ثلاثة شهور رجحت لهم قاموا عملوا مواجات لقوا الورم ده بيقى أبيض وشفت عملوا ليه تخضير الموضع كده قاموا دخلوا فيه هناك زي هناك إبرة طويلة كده بس يدقواها بتاهم زي التدقى الحيطة التوب توب توب يعني كانوا في رأسة 11 دكتور كلهم استغربوا قالوا الشي ده قالوا ليه بيقى أبيض وحجر بيقى حجر بس بس قلت لهم والله الحمد لله الرغية ما قاعدين نقصر اسم الله ذاته مع ما ساهل جميل أن يحيى الإنسان حتى يرى أبناءه قد عبروا كل المراحل الدراسية بنجاح وعائد الآن تسمع صوت ماكنتها في عبارات الحمد والثناء والامتمان من بناتها الحمد لله عيالنا دخلناهم أساس هنا لحد ما خرجوا من الجامعات عندي بيت صيدلانية ما شاء الله عندي ولدي في السعودية هو برضو خري الجامعة كان قري اختصاط عندي أهول حسي ملازم أول له هنا يقر في كل يترباط الشرطة وهو اسم محمد ده عندي بيت برضا اتخرجت من أفريقيا العالمية الحمد لله كلهم ما شاء الله خرجنا من الجامعات كلين الحمد لله اتخرجنا في ياسي حالية مدستير في السعودية محاسب في حنان الحمد لله برضو قرد محاسبة في أحمد ده قرى غانون في كل ترباط السمولاد المول في دارفور في محمد قرى علوم اتصال وفي اسماء قرد برضو انجليز الحمد لله رب العالمين كلنا بفضل المكان دي يعني ما كان فيه أي وسيلة في البيت غيرها تمتلئ بيوت الوطن بملايين مثل عائدة أمهات عرفنا كيف يستثمرنا في الأبناء يستثمرنا في المستقبل البعيد الحمد لله أنا مما يعني دخلت فيهم لي تغريبا سنتين وما كنت بعرفهم وكده لكن الحمد لله بعد ما دخلت عرفتهم وعرفت خالت عائدة الحمد لله يعني امرأة صنديدة ربنا يديها الصحة والعافية وسمعت يعني كثير عن مغامراتها في الحياة وكده يعني تعبت كثير وكافحت وناضلت عشان ما اطلع ابناءها والحمد لله يعني ما لقيت فيهم كل الخير تعيش عائدة الآن في بيتها البسيط المتواضع في الكلاكلة تحاط بأبنائها تحاط بالحب والامتنان لسنوات أفنت فيها شبابها سنوات عاشت فيها كالشمعة تحرق روحها لتضيء لمن حولها عتمات الحياة اي ام والدة ان شاء الله بتحسي الثمارة كويس لو ربتهم فيما يرضي الله رسوله تربية نظيفة فيما يرضي الله رسوله يعني العيال دي ان شاء الله ينفعوها عائدة محمد موسى هي ليست سيدة أعمال ولكنها أم مثالية عاشت حياتها كلها تسعى خلف تربية أبنائها الثول أصلا ما بتعب في أولاده لو ما تعبت في أولادك ما ما في فائدة أصلا تعبنا فيهم ربي نعم والحمد لله يلا أنا بوسي أي أم تصبر في الحياة والناس كلهم يعني وما يشتكوا من ناحية مادية والأنه أنا ما عندي أو حكومة ما عملت لي حكومة أصلا ما بتعمل للزول الثول بيتحرك بينفسه وبمعنوياته ويرجى من الله ربنا إن شاء الله ما بيخيب زنه يعني يا ربح لا شك الطريق وقف مسيرك للأمام لا هد عزمك يوم ليل لا خفت من شهل الكلام شعارها هو أن تعمل ليل نهار لتبني أسرتها وتعلم أبناءها في أفضل الجامعات السودانية أم حضرت المعاناة وسمحتها يعني سمحتها كلها يهو المكنة وأبوي بساهر معه برضوك والأغلبية بتساهر معه ويمشي السوق معه نحن شبه الجينة جاهز يعني قسمها الحياة كلها مرها وحلوها وقف بجانبها في سنوات المعاناة وفي ليالي الألم ودروب الطب والأطباء والآن هو بجانبها يستظلان سويا بعرش المودة والرحمة كنا متضامنين لأنه هي بيتخيط وأنا بوزع هي بيتخيط قاعدة في المكانات النهار والليل كله قاعدة وأنا بشيل بوزع أنا مع الأولاد وأنا بجيب ليها المقاطع بجيب ليها القطاعات من السوق هي بسر مهم بتخيط نهار كله وليل كله قاعدة في المكانة دي أنا بوزع والأولاد بوزعوا معنا والبنات دي اللي بيشتغلوا في السكاة سيق وبيعمل في السسة الحاتة الزيدي الحمد لله رب العالمين هي قيمة تسكن قلوب البسطاء وتخرج حروفا كالنور تملأ جنبات الأمكنة وبيوت الكادحين شكرا وحمدا لله على كل الأحوال الصبر هو مفتاح الفرج كل من صبر نال الدرجة تزرع السمع وتأكل كمارة أسمع شكرا لك جزيل إلى هديتنا قيمة وريت الشباب كمرات العزيمة كيف الزلبي يوصل بالروح الهنيمة قبل الخطوة فكرة وبعد الخطوة بكرة مجاحات مستديمة شكرا لك جزيل إلى هديتنا قيمة وريت الشباب كمرات العزيمة كيف الزلبي يوصل بالروح الهنيمة قبل الخطوة فكرة وبعد الخطوة بكرة مجاحات مستديمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة